بعد رفع التجميد عن مشاريع البنية التحتية ذات الأولوية قطاعياً وإقليمياً تبنت الحكومة خارطة طريق واضحة المعالم هدفها رفع جودة حياة المواطن تحديث الطرقات وإعادة تأهيل المطارات وإنشاء المرافق السياحية وفقاً للمقاييس الدولية مستغلة الطفرة في الإرادات النفطية وارتفاع الصرف الاحتياطي من العملة الأجنبية هذه سنة طبعاً في قانون المالية أرقام طبعاً كبيرة جداً لتغطية كل المشاريع المجمدة وكل المشاريع المتأخرة سواء على مستوى الكلي أو على مستوى الجماعات المحلية أو على مستوى القطاعات الوزرية ترشيد الإنفاق العام حرك عجلة الاقتصاد للارتقاء بجودة المشاريع التنموية الممولة من ميزانية الدولة وفتح أبواب الاستثمار أمام القطاع الخاص طريق عبر للصحراء كذلك بالنسبة للقطارات وتوجه الصحراء فتح طبعاً مسارك وطنية وخاصة لما نشوف الإشكالية الموجودة بين الجزير وموليطانية تقريباً مسافة لستمائة كيلومتر ستشوف إنجازات مهمة جداً تطوير البنى التحتية التي تعد الأساس الأول لانطلاق كافة القطاعات الأخرى من بينها قطاع السياحة الذي يعد أحد البدائل الفعالة لقطاع المحلوقات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر